هو اللقاء الرابع في غضون عام يجمع الرئيس التركي رجبطي بردوغان برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتيو ساكيس لقاءات متعاقبة يبدو أنها نجحت في إبعاد شبح مواجهة عسكرية بدت وشيكة بينهما قبل أقل من عامين في ضوء تصعود الخلاف حول الجزر الحدودية وغيرها من القضايا التاريخية العالقة أجريت لقاء مثمرا مع ضيفي وأعتقد أنه لا توجد مشاكل غير قابلة للحل بيننا تحقيق خطوة للأمام على طريق الحل في قبرص أمر سيعزز السلام والاستقرار الإقليميين نمرة لم تكن اليونان بعيدة عنها عازمون على وصل حبل التطورات الإيجابية بيننا وتحقيق الأمن والاستقرار هذه الجهود نرى أثراها في الاقتصاد حيث نسعى إلى رفع تبادل بين بلدينا من 6 إلى 10 مليارات دولار في قراءة اللقاء تفاؤل حذر بشأن مستقبل المباحثات بين الجارتين اليوم تم اتخاذ خطوات متبادلة من شأنها إبقاء الاتصالات قائمة بين تركيا واليونان يمكننا تقبل النقطة التي وصلنا إليها مع التأكيد أنه لا يمكن توقف حل مشكلات عمرها سنوات عديدة لكن التعاون انطلاقا من عضوية النيت للبلدين يمكن أن يحل بعض المشكلات ومن المشكلات التي ظهرت بوضوح عقب اللقاء الاختلاف على حركة حماس الرئيس التركي رفض وصف ضيفه الحركة بالإرهابية دافع عنها وقال إن بلاده تستضيف ألفا من عناصرها لتلقي العلاج ردة الفعل الغاضبة التي أبداها الرئيس التركي عند ظهور التباين في المواقف مع ضيفه اليوناني بشأن قضايا إقليمية يخشى مراقبون أن تؤثر على التقارب المعلن في ملفات ثنائية فيما يرى آخرون أن ذلك أمرا متوقعا بالنظر إلى حجم الخلافات التاريخي في الكثير من المسائل بين الجارتين محمد المشهرة وإسكانيوز عربية أنقرة